يا الله سلام عليكم شباب تحياتنا لكم اليوم اشوفكم فد منتج حصري حصري موجود بس عندنا هذا ومستعمليه ويا خلطة السوبر ديلوكس الاصلية دائما انتبهوا على موضوع الاصلية سبنا هيت الفيديو شوفوا المقطع المهم هذا المنتج حصريا متوفر عندنا فقط وموجود ويا الخلطة يعني ما نقدر نبيع على حدة لان الكمية اللي عندنا قليلة فنحاول نستفاد منها قدر الامكان حتى توزع على الخلطة على الكل اوكي اوكي هذا المنتج عبارة عن شنوه عبارة عن باتية ما الحشرات وباتية ما الفواكه طبيعية طبعا بالاضافة الى عنصر ها والروبيان واضح وكل واضح اتكم بالاضافة الى عنصر اللي هو المتميز به هذا الموضوع هو يأكو اعلاف يكتبون انه مضاف الى يرقات او بيض الحشرات هو يأكو لكن هذا المنتج اه مية بالمية يعني من طين شون اقول لك بضمان انه يحتوي على اه بيوض الحشرات اوكي اوكي خلا شوفكم عن قرب شوف شوف المنتج شوفه عبارة عن مكونات طبيعية مية بالمية الريحة مال تشبه ريحة الفشي على فواكه على طين شايفين طين من يتبلل هيش شي يعني زيان باوع شوف لي اشقد بي حبيبات مال التوت البري هذا التوت البري هاي الحباية اللي مدعبة للسودا هاي البلبل خصوصا البلبل هي كله طيور تعشقها لكن البلبل باستثناء البلبل يعني يخرب على هاي الحباية السودا اللي هو التوت البري شاح نسوي احنا راح نسوي تجربة على هذا العلف لان هو الشي يقول لنا بالتعليمات مالته بالمكونات مالته انه يحتوي على كمية كل الشبيرة من اليرقات زيان وبيوض الحشرات احنا اليرقات او بيوض الحشرات شوي الواحد صعب يشوفهم ليش لانه مو حشرة متحركة حتى الواحد يرصدها زيان فهسا راح نسوي فتح حركة نخلي العلف يتحلل هذا او البيوض تستوي ونشوفكم الحشرات شراح نجيب راح نجيب هاي العلبة اوكي شراح نخلي خلي بها علف كمية هاي الكمية شوفوها انتبه عليها شراح نسوي بعد نجيب علاقة سودا لان الحشرات تريد شنو تريد الظلام انه حتى تكون تجهز طاوع هاي علاقة سودا شراح نسوي هاسا بعد احنا رطوبة ما يحتاجها الحشرات تحتاج رطوبة بس احنا العلف هو هذا العلف اصلا هو اه اه رطب يعني الرطوبة موجودة والحشرات تريد الحشرات تريد درجة حرارة انه تعبر ال ثلاثين هاي همين راح نقدر نوفرها زرفنا هذا التشيس حتى يدخل الهواء الهن ورح نترك هذا العلبة فترة الحشرات بصورة عامة البيض مالتها يفقس من سبع تايام الى عشرة تايام بعد الفقس يطلع الحشرة الزغيرة او السلبوها هاي راح تطلع من عندها تحتاج انه حتى تبين لانه هو ما تفقس الزغيرة ما تبين هم تحتاج فتخلي نقول سبع تايام الى عشرة تايام حتى تبين جهاز راح يصير عندنا راح يقول شي على شي عشرين يوم راح نحسب عشرين يوم ونفتح لكم هاي ونرجع نستأنف التصوير ونشوف وياكم رجعنا وياكم حتى نكمل الفيديو بس مو عشرين يوم تقريبا سبع وعشرين يوم لانه حتى تكون صادق وياكم عشرين يوم مفتحت الشيس لقيت حشرات اكو بس اش اقول لك يعني عدد عدد مالتها كلش قليل وبنفس الوقت ناعمة كلش فما راح تبين عندنا بالتصوير ولا التجربة تسوأ فانتظرت سبع تايام بعد اطيتها حتى الحجم مال الحشرات يكبر واكو تفقيس يصير اكثر هسا راح نشوف احنا سبع وعشرين يوم خلي نقوله يعني شهر تقريبا شهر امطاك العلف النتائج مالك انه تشقد علف اصلي والمكونات حقيقية طبعا العلامة التجارية ما اقدر اشوف الكياهة مال العلف قلت لكم لان هذا يعتبر دعايا وراح يسوينا مشاكل للصفحة انتبهس علينا بس ثواني اها 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 شوف 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 اينها اها 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 ما شاء الله شوف الحجم مالتهن شوف 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 نقلب بعض واضح. انا طبعا افتحتها قبل قلت لكم عشرين يوم. عشرين يوم العمر مو قبل عشرين يوم. كان الحجم مالتهم كل شيء صغير وقليلات. هسا تشوفون انت. شوف 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 ما شاء الله. شوف. لونها نفس لون العلف. لانه التغذية مالتها على العلف صارت. فتحول للون مالتهم. اول ما فقسهم كان لونهم ابيض. هذا واحد من المنتجات اللي موجودة بالخلطة والمفاجات الجاية اكثر. اكو بعده هواي منتجات ما نصورها لكم بس هي موجودة هسا بالخلطة عندكم. تحياتنا لكم وهذا شكل خلطة السوبر دي لوكس الاصلية بعد التحديث الجديد واضافة المواد الجديدة. الخاصة بهذا الموسم. مثل ما قاعد تلاحظون الخشونة وكثرة المواد. بس هنا نتأكد من اقول لك خلطة السوبر دي لوكس الاصلية انتبه لي. هذا الرقم فقط تلقاه على العلبة. ماكو غير رقم. احفظ الرقم يمك حتى تتأكد. اوكي اوكي. والبار كود اللي وديك على الصفحة الاصلية. وما عدنا فرع بسوق الغزل نهائيا ولا السنك. لانه خصوصا الغزل كلها الصيح خلط سوبر دي لوكس وهذولا مو قلنا واحنا ما مسؤولين عنهم. سعر الكيلو عشرة سعر النص خمسة موجود توصيل بغداد وكل المحافظات خمستالاف. تحياتنا.